قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الروكن الترك المالكي إن طيران التحالف العربي نفذ 16 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوث في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية وأكد العميد المالكي أن الاستهدافات بمأرب دمرت 11 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي وقتلت أكثر من 95 عنصرا من الميليشيات وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق عن تدمير منظومة دفاع جوي معادن بجبهة مأرب فيما اعترضت قواته الجوية طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية